بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم وبركة الأشرف الأنبياء والمسلمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد فكان الكلام في هذه الوحدة الخامسة عن أقسام اللفظ ذكرنا أنه ينقسم إلى مستعمل ومهمل وذكرنا أن المستعمل هو الذي عليه مدار البحث في علم المنطق وفي التفاهم بين الناس أصلا والمهمل هذا كسمه لا وزاله وأنه ينقسم إلى مفرد ومركب ذكرنا أن المركب ينقسم إلى مركب ناقص ومركب تام والمركب التام ينقسم إلى خبري وإنشائي والمركب الناقص ينقسم إلى تقيدي وغير تقيدي انتهى المركب وليس له علاقة كما كنا في مبحث التصورات له علاقة بالتصديقات والقضايا المفرد ينقسم إلى جزئين وكلي الجزئي ينقسم إلى حقيقي وإضافي والكلي ينقسم إلى ذاتي وعرضي والذاتي كنا أنه النوع والجنس والفصل أهمها وعلاها الجنس ثم الفصل ثم النوع والعرضي هو العرض العام والعرض الخاص وننتقل إن شاء الله في هذا الدرس إلى الكلام عن الكليات الخمس باعتبارها كما يلحظ هنا هي مندرجة تحت الكل أي النوع والجنس والفصل والعرض العام والعرض الخاص هذه آخر شيء في هذا الجدولة أو في هذا التشجير هي التي سوف نبحثها الآن في الكليات الخمس تأتي أهمية معرفة الكليات الخمس عند التعرض لمقاصد التصورات وهو التعريف أو الكون الشارح لأننا لا يمكن نعرف شيئا إلا بعد أن نعرفه في ضمن تلك الكليات الخمس هل هو جنس أو فصل أو نوع أو خاصة والعرض العام يدخلوا بعضهم كذلك هل التعريف حد تام أو حد ناقص رسم تام أو رسم ناقص كل ذلك متوقف على معرفة الكليات الخمس وقد سبق تقسيم اللفظ كما ذكرنا إلى مفرد ومركب وانتال تقسيم إلى تقسيم المفرد إلى جزء وكل والكل كسمناه إلى ذات وعرضي والذات كسمناه إلى جنس وفصل ونوع والعرض كسمناه إلى خاص وعام وذكرنا أن الذات هو الرقن الذي يمثل ماهية الشيء بحيث لو سلب هذا الشيء لن عدم وجود ذات ذلك الشيء وأن العرضي هو مكمل للذاتي الجنس أو الذاتي كسمناه إلى جنس وفصل ونوع كما ذكرنا العرضي هو المحمول على الذات وليس بجزء من الماهية وإنما هو مكمل لها وأنه ينقسم إلى عرض عام وعرض خاص وبذلك حصلت الكليات في خمس وقد دل على ذلك الاستقراء هذه الكليات الخمس هي جنس فصل نوع عرض عام عرض خاص أو خاص يسمونا وسوف نعرف كل واحد من هذه الأقسام ونمثل له الجنس هو مفهوم كلي يشتمل على ماهية المشتركة بين متعددة مختلفة في الحقيقة مفهوم كلي يشتمل على ماهية المشتركة لأشياء متعددة مختلفة في الحقيقة يعني حقائق مختلفة تماما ويعرفونه أيضا بأنه مقول على كثيرين مختلفين بالحقائق في جواب ما هو يعني يسأل عنه إذا سئل عن الجنس يقال ما هو طيب وهذا الاستفهام ما هو يستفهم به عن ماهيات أي عن العناصر الذاتية لا عن عناصر عرضية غير الذاتية ومثال الجنس حيوان كلي مقول على كثيرين مختلفين في الحقائق الفرس حقيقة غير حقيقة الإنسان الأسد حقيقة غير حقيقة الفرس والإنسان وهكذا يتناول إذن الحيوان الإنسان والفرس والغزال وسائل أنواع الحيوان مراتب الجنس ينقسم الجنس بالنسبة لعمومي وشموله إلى ثلاث أقسام جنس عال ويسمى جنس الأجناس وهو الذي لا جنس فوقه كالجوهر فإنه ليس فوقه جنس وتحته الجسم المطلق والجسم النامي وتحته الحيوان وهي كلها أجنس الجنس المتوسط وهو الذي يكون جنساً لما تحته نوعاً لما فوق أي أنه مندرج تحت غيره مثل ماذا؟ مثل الجسم النامي؟ مندرج تحت الجسم والجسم مندرج تحت الجوهر الجنس السافل ويسمى الجنس القريب وهو الذي لا جنس تحته ويكون فوقه أجناس ويكون تحت أنواع وذلك مثل الحيوان فوقه جنس وهو الجسم النامي وتحته نوعه هو الإنسان إذن انتهى الجنس القسم الثاني من أقسام الكليات الخمس هو النوع وهو مفهوم كلي يشتمل على كل ماهية المشتركة بين متعدد متفق الحقائق عرف بأنه كلهم مقولاً على كثيرين مختلفين بالعدد متفقين في الحقيقة في جواب ما هو هناك مختلفين في الحقيقة في جواب ما هو في الجنس هناك متفقين في الحقيقة في جواب ما هو مثالها الإنسان والفرس والغزال كل هذه الأمثلة نوع من الأمع التي ينقسم إليها الحيوان فمفهوم الإنسان يجتمل على كل ماهية هذا الكلي وهو الحيوان الناطق وكذا بالنسبة للفرس والغزال بالنسبة للحيوانين المعروفين وقد يطرق اسم النوع على بعض ما هو جنس ولكن باعتباره قسما متميزا بالماهية عن أقسام أخرى ينقسم إليها جنس فوقه مثل الحيوان فإنه نوع بالنسبة إلى الجسم وإن كان جنسا بالنسبة لما دونه وهو الإنسان والفرس والغزال والحية ونحو ذلك والنوع هذا الذي هو يتحول إلى جنس بالنسبة لما دونه ونوع بالنسبة لما فوقه يسمى النوع الإضافي وهو ينقسم إلى عالي ومتوسط وسافل كما مرمنا في الجنس فالنوع العالي ما كان تحته نوع دون فوقه كالجسم المطلق الجسم المطلق هذا جنس لكنه تحت أنواع فيسمى بالنسبة لما فوقه نوع بالنسبة للجسم يعتبر نوع ولكنه جنس لما دونه من الحيوان والجماد والنوع المتوسط ما كان تحته وفوقه نوع كالجسم النامي والحيوان الجسم النامي هذا تحته نوع وفوقه نوع فوقه ما هو فوقه الجسم المطلق وذكرنا أن الجسم المطلق هو نوع بالنسبة للجسم وإن كان جنسا بالنسبة للجسم النامي لكن النوع في أحد أحواله وكذا الجسم النامي نوع بالنسبة للجسم المطلق وذلك للجسم المطلق فوقه وهو أيضا جنس للأنواع التي تحته فيكون تحت أنواع إذن هو نوع متوسط يعلوه أنواع ويأتي تحته أنواع النوع السافل وهو القسم الثالث ويقال له نوع الأنواع وهو ما كان فوقه نوع دون تحته فوقه نوع مثل ماذا كالإنسان والفرس ما هو النوع الذي فوقه؟ الجسم النامي الجسم النامي هذا نوع بالنسبة للجسم المطلق ثم تحت الجسم النامي الحيوان والحيوان نوع بالنسبة للجسم النامي والإنسان نوع من الحيوان والفرس نوع من الحيوان لكن ليس تحته أي نوع الإنسان العديد لم يعد تحته إلا أشخاص والفرس ليس تحته إلا أشخاص ولذلك سمي نوعا سافلا أي أنه أدنى درجات التقسيم